اشتركوا في القناة وصفة بتحكي ان كان فيه ولد عمره 17 سنة اهدى الاخت الصغيرة اللي كان عندها 3 سنين دمية هدية سنة 1918 واخته حبت الدمية جدا وكانت متعلقة بيها قوي لكن اخته للأسف ماتت بنازل البرد بعد امتلاكها للدمية دي بفترة صغيرة جدا وبعد موت البنت اهل البنت لحظوا ان شعر الدمية دي بيطول وبيكبر فالأب والأم خافوا وعزلوا من البيت لانهم شكوا ان روح بنتهم اوكيكو سكنت الدمية دي فالأسرة ودت الدمية لمعبد والكهنة حطوها في صندوق خشب وبعدين بعتوا لمجموعة من الخبراء واكتشفوا ان شعر الدمية دي شعر آدمي وبيقال لو قربت من بق الدمية دي هتلاقي ليها اسنان بتنمو زي اسنان البشر بالزبط وده طبعا على حسب الاسطورة اليابانية ما بتقول وبيقال برضو ان شعر الدمية دي وصل لحد ركبتها وتخطى ركبتها كمان لحد ما احد الكهنة حلم بالبنت اوكيكو بتطلب منه انه يقص شعر الدمية دايما باستمرار وفعلا بقى الكهن بيعمل كده على طول يا ترى انتم ايه رأيكم في القصة دي هل انتم شايفين انها حقيقية ولا لا الحقيقة هي ان الدمية دي فعلا موجودة في صندوق خشب وموجودة في معبد في اليابان بس هل انتم شايفين ان فعلا شعر الدمية دي بيطول ولا دي مجرد اسطورة او حاجة الكهنة مثلا هم اللي ميخترعينها مش عارفة يعني اللي انا شايفاه او وجهة نظري ان ممكن دي تكون مجرد حكاية بس هم بيقولوها علشان مثلا كنوع من انواع جذب السياحة او جذب الزوار للمعبد ده مش عارفة يا ترى ياريت تكتبولي رأيكم في كومنتس عشان انا حب ان انا اعرف رأيكم ايه في القصة دي هل هي حقيقية ولا انتم شايفين انها مش حقيقية صليم موسيقى